أنتقل لكوتش شهيناز كوتش شهيناز غطيتي البارت العلمي بشكل وافي كثير فأنا ما رح أرجع أسألك كثير بس ممكن سؤالي يكون نوعا ما فلسفي في أخر الكتاب ذكرتي I help you become the best virgin of you كيف الإنسان يعرف أنه أنا وصلت the best virgin of me أولا أهلا لينا سعيدة في الحوار معاك أولا أهلا لينا سعيدة في الحوار معاك أهلا طيب هو فعلا سؤال فلسفي جدا أقولك best virgin of me هي الحالة خلينا نقول ببساطة اللي أنا أكون يعني مش بس رادية فيها عن نفسي لأ أكون سعيدة بنفسي فخورة باللي أنا بعمله أو حتى الهدف ممكن أكون محققت الشغل يعني ممكن أكون فكرة أنه أنا عندي هدف وبس عليه تمام يعني قدر أقول مثلا اللي هي بنقول feeling satisfied اللي هو satisfied اللي هو إيه يعني مشبعة 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 بحياتي خلاص فده بيشمل صحيتي إن أنا واخدا بالي من صحيتي وأول ما بكون واخدة بالي من صحيتي أنا ببقى عندي إحساس زي ما قلت في الأول بـ Being in control إن أنا متحكمة في اللي بيحصل لي وفي حياتي وبتحكمة في الأكل اللي أنا بقرر أخذه وبالتالي متحكمة في تكوين خلايا جسمي بشكل صحي وأداء بقى خلايا الجسم والأجهزة كل ده أنا متحكمة فيه باختياري ففكرة إن أنا ببقى عندي إحساس بإن أنا in control يعني إن أنا فاعل مش مفعول بي تمام؟ فلسفة هو بقى فلسفة كلام رائع فهي دي حقيقة بتفرق جدا إن إحنا بضغوط الحقيقة برضو أرجع وأقول تاني بخصوص فيما خص المرأة بالذات إحنا بنتحط في ضغوط رهيبة يعني على مستوى جميع مستويات المجتمع المسئوليات الأسرة الشغل إزاي شكلي لازم يبقى إزاي أنا بقى هل أنا يعني يعني المقاييس المجتمع حاتتها هل أنا متوافقة معيها ولا فين مكاني كل شيء الحاجة اللي هي بتسعيدني إن أنا أكون فعلا أنا اللي سعيدة بيها مش بعملها عشان حد شايف إن هي كويسة أو عشان أنا بقى الناس شايف أو المجتمع أو المعايير المحطوطة بتومي علي الشيء فأنا دايما بشوف هي كخطوة أولى يعني أنا في تجربتي الشخصية كان تحويل يعني أو نجاحي في إن أنا أقدر يعني أغير طريق أكلي وده يعني يظهر على الوزن والهضم تحسين اللي أتحسنين الهضم أنا بالنسباني في بدايتي كان الهضم ده كان مشكلة يعني مرهاش تشخيص لكن كان حاجة I'm feeling uncomfortable with digestion يعني فمجرد إنك بتنجاحي في إنك تاخدي بالك من الصحة أول شيء والأكل واختياراتك ده بينعكس بشكل يعني غريب غير مفهوم إزاي كيه مفهوم طبعا بس قصدي يعني ممكن الواحد ما ياخدش باله القبل أو ما يكونش مدرك لي إن مجرد اهتمامك بصحتك وبأكلك وباختياراتك ده بيأثر على حالتك النفسية وعلى اختياراتك في الحياة العملية وعلى وعلى كل اختياراتك كلها بصف عامة وبالتالي بيكوني the best version of you وده شيء ما بينتهيش يعني مش بوصل بقى best version وخلاص أنا النهاردة بقيت best version فمش هعمل حاجة بكرة لا ده it doesn't end يعني أنا كل ما ببقى أحسن ببقى عند دايما هدف أبعد وأبعد وأبعد لا ينتهي لإني دي متعة الحياة يعني infinite journey exactly yes وفي لأسف في ناس كتير غايبة عن هالحقيقة دي وللأسف الشديد يعني ملخومين بقى في تفاصيل حياة اليومية والمسؤوليات اليومية ومنغلقين على يعني مش بقى يعني مش حاجة وحشة بس هو بيبقى مش بقول إن ده حد وحش بقى بس إحنا بنبقى ملخومين في مسؤولياتنا بشكل يومي بحيث مبقاش عندنا رؤية أبعد ما بناخدش الفرصة إن إحنا نعمل pause ونشوف رؤية أبعد أنا عايزة إيه أنا حقيقة حقيقة أنا عايزة إيه مالذي شكرا